الى الصحافة وبها نطالع ضوابط جديدة لاستيراد القمح اعلن بنك السودان المركزي عن سياسات جديدة بشأن استيراد القمح وسمح منشور صادر عن الادارة العامة للسياسات والبحوث والاحصاء بالبنك المركزي امس تحصلت الصحافة على نسخة من سمح للمصارف بتنفيذ عمليات استيراد سلعة القمح بوساطة القطاع الخاص سواء من موارده او موارد المصارف او تسهيلات تقدمها المصارف وسمح هذه المصارف بتمويل استيراد القمح بالعملة الاجنبية وتحصيل التمويل من المستوردين بالعملة المحلية او الاجنبية ومنح المنشور المصارف الحق في تحديد عملة ونسبة الحامش النقضي عند فتح احتمادات استيراد القمح يعني استيراد القمح في ظل هذه الظروف صار خطوة واجبة التنفيذ ضوابط البنك المركزي تشير الى عمليات تسهيل واجراءات لوضع هذا الامر موضع التنفيذ خيارات منحة القطاع الخاص للقيام بهذه المهمة وبالتالي امال معقودة على تسريح هذه الخطوة وعودتها بما يعني يقلل من حدة الاسعار في السلعة الضرورية وعلى رأسها بالطبع سلعة الخطوة نعم يعني الاخر الطيب يعني الاجراءات التي بدأ يتخذها البنك المركزي بنك السودان المركزي يعني هي اجراءات واضحة جدا لانها تأتي متوالية يعني منذ ان اعلنت ارقام هذه الميزانية بنك السودان يحاول ان يسن بعض السياسات او يضع بعض السياسات التي بنشانها ان تجعل بالفعل ليس هناك اشكاليات فيما يلي السلعة الضرورية وانا يعني بالتأكيد اشفق على الذين يتولون المسؤولية في بنك السودان في هذا الظرف دقيق جدا خاصة في ظل هذه الميزانية التي لها انعكاسات كثيرة جدا على حياة المواطن لذلك نأمل ان تكون هذه السياسات الجديدة بشأن استيراد القمح هي بالتأكيد في صالح المواطن وانا ستسهم في استغرار لا اقول في تخفيض سير القبز خاصة وان يعني ازدياد سير القبز في الاول الاخيرة هو الذي انعكس سلبا على حياة المواطنين نأمل ان يكون ذلك فيه استغرار نحن لا نريد ان نقول بان يعني الامور تعود الى ما كانت عليه ولكن نحن دائما نأمل ان تكون هذه السياسات هي سياسات تقود نحو الاستغرار الاقتصادي وسياسات تقود نحو استقرار يعني اسعار السلعة الرئيسية خاصة سلعة الخبز لذلك مسألة استيراد القمح الترتيبات التي وضعها بنك السودان هي كلها يعني لا بد ان تسير في هذا الاتجاه وفي هذا السياق الذي يجعل من تطبيق هذه الميزانية تطبيق سلس ومرن يصل بنا الى الاهداف الاقتصادية المرتجعة دكتور ربيع تلاحظ يعني منذ بدأنا مناقشة هذا الملف المهم والذي يستحق هذا الاهتمام من هذا البرنامج نحن نتحدث عن حلول آنية لقضية آنية يعني حتى حتى لا حتى لا تنشغل الحكومة والقطاعات ذات الصلة بهذه المعالجة الآنية لهذه الظروف الطارئة ويفلت يعني من الناس الاستعداد للموسم الزراعي وتعزيز سياسة الدولة من خلال برنامج اقتصادي مطروح لرفع الانتاج وزياقة الانتاج من خلال موسم يعني الآن تقترب تقترب بواكيره يعني الموسم الزراعي عندنا في السودان في عروة الصيفية بيبدأ في في مايو يعني ما المطلوب حتى لا ينشغل الناس بالمعالجات الآنية لهذه القضايا الطارئة عن التأسيس لموسم الزراعي يمكن أن يكون مدخلا لانفراج وبصورة علمية وعملية أوسع يمكن أن تسهل من الأوضاع الاقتصادية نعم المرحلة الدقيقة جدا هذه المرحلة أنا أعتقد نحن سعداء جدا بأن هذا العام يعني قد شهد يعني بعض الانفراجات حتى توفر بعض السلع وخاصة في الشتاء نعم تتوفر الكثير من السلع يعني الآن هناك انفراج في إنتاج السلع خاصة للسلع الغذائية القضروات موجودة في الأسواق مع الشتاء وأن هذه الميزانية قد أعلنت كذلك في الشتاء نعم تبدأ في يناير من العام 2018 وهي قد بدأت الآن ولكن التأثيرات ليست تأثيرات ممضة خاصة بعد هذه الوفرة دائما نحن نشعر بالضيق في الصيف عندما يقل الإنتاج وعندما لا تكون هناك سلاح كثيرة جدا قد توفرت في الأسواق بالنسبة للمواطن لذلك أنا أقول الاهتمام الآن ينبغي أن يكون اهتمام مزدوج أولا اهتمام بالآثار السالبة لهذه الميزانية خاصة فيما يلي السلعة الضرورية نعم وهذا ينبغي أن لا يبارح أبدا المسؤولين وأن لا تكون هناك ترتبات غائبة أو أنها متأخرة عن إزالة المعاناة عن الجماهير كذلك الاهتمام بالعروة الصيفية وبالإنتاج الصيفي خاصة الذراء والسمسم وما إلى ذلك والتمويل هذه كذلك ينبغي أن تكون في أولى الأولويات لذلك أنا أقول كما ذكرت بأنه ينبغي أن لا ننسى المسائل الاستراتيجية والترتيب للغروة الصيفية والإنتاج في الصيف خاصة أن الصيف عندما يأتي إلى السودان هناك كثير من الأزمات التي تحدث فيه لذلك يعني الوضع في الاعتبار المشكلات الآنية والوضع في الاعتبار ما سيحدث في المستقبل من دعم وتحفيز للإنتاج هذه كلها من الأساسيات التي ينبغي أن لا تقيب عن أثهان المسؤولين وعن أثهان متخزي القرار نعم ترجمة نانسي قنقر